اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديثنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا أما بعد لما خرج سيدنا يونس غضمانا من قومه سار حتى وصل شاطئ البحر ووجد قوما في سفينة في البحر فطلب من أهلها أن يركب معهم فتوسموا فيه خيرا وأركبوه معهم فلما توسطوا في البحر جاءت رياح شديدة وهاج البحر بهم والطرب بشدة حتى وجلت القلوب فقال من في السفينة إن فينا صاحب ذنب فأسهموا واقترعوا فيما بينهم على أنه من يقع عليه السهم يلقوه في البحر فلما اقترعوا وقع السهم على نبي الله يونس ولكنهم لم يسمحوا بإلقاء بالبحر لما توسموه من صلاحه فأعادوا القرعة ثانية فوقعت عليه أيضا فشمار يونس عليه السلام يلقي بنفسه بالبحر فأبوا ذلك لما عرفوا منه خيرا ثم أعادوا القرعة ثالثة ووقعت عليه أيضا فما كان من يونس عليه السلام إلا أن ألقى بنفسه بالبحر لأنه كان يعتقد أنه لا يصبه هلاك أو غرق وعندما ألقى بنفسه وكل الله تبارك وتعالى به حوتا كبيرا فالتقمه وابتلعه ابتلاء له على تركه قومه الذين أغضبوه دون إذن فدخل نبي الله يونس عليه السلام إلى جوف الحوت تحفه عناية الله حتى صار وهو في بطن الحوت في ظلمات حالكات ثلاثة وهي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وسار الحوت وفي جوفه يونس عليه السلام وانتهى به إلى أعماق المياه في البحر وهناك سمع يونس عليه الصلاة والسلام حسا وأصوات غريبة فقال في نفسه ما هذا فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبح دواب البحر فما كان من نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت وفي تلك الظلمات المدلهمة إلا أن أخذ يدعو الله عز وجل ويستغفره ويسبحه تبارك وتعالى قائلا ما ورد عنه في القرآن وذنون إذ ذهب مغضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وسمعت ملائكة السماء تسبح لله عز وجل وسألوا الله تعالى أن يفرج الضيق عنه فاستجاب الله تعالى دعاؤه فنجاه من الغم والكرب والضيق الذي وقع فيه لأنه كان من المسبحين في بطن الحوت ومن الذاكرين لله وأمر الله تعالى الحوت أن يلقيه في البر فألقاه الحوت في العراء وهو المكان القفر الذي ليس فيه أجر والأرض التي لا يتوارى فيه بشجر ولا بغيره وكان يونس عليه السلام ميضا ضعيفا وقد مكث نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام وقيل غير ذلك ولولا أنه سبح الله وهو في بطن الحوت وقال ما كان من التهليل للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة ولبعث من جوف الحوت قال الله تبارك وتعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين دعاء سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بهذا الدعاء ناجى سيدنا يونس من بطن الحوت ربه في الظلمات وكان هذا الدعاء سببا في نجاة سيدنا يونس عليه السلام من هذا الغم يقول تعالى فاستجبنا لهم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وفي الأثر عن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوى الذنون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له وقال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لا يقولها مقروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهذه الجملة العظيمة فيها إعترافين كبيرين الأول وهو الأعظم الإعتراف بألوهية الله تعالى ووحدانيته والثاني الإعتراف بالذنب والتقصير والخطأ فالأول يدل على تمام العبودية لله رب العالمين والثاني يدل على قوة الإيمان والرغبة في تطبيق العبودية تطبيقا صحيحا بالتنازل عن الغرور والتوقف عن التمادي في العصيان والرغبة بل العزم في الطاعة والإخلاص والاستقامة لله تعالى إن البدء بتوحيد الله تعالى في الدعاء وتنزيهه فيه إعتراف بذلك وفيه ردع للنفس العاصية وتذكير لها أنها مهما تمادت وتعجرفت فإن هناك من خلقها ومن سيحاسبها ومن هو قادر عليها فيجعلها ذلك تتراجع وتخاف وتتأدب وتمتنع عن الحرام ثم يكون الإعتراف في الخطأ نتيجة حتمية للشعور بعظمة الله وقدرته واليقين بذلك لا إله إلا أنت سبحانك وأتمنى أن يكون المقطع قد نال على إعجابكم ولا تنسوا نشر المقطع لكي يعمل أجر الفائد للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وإنشر المقطع ليعمل الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا